توجه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدولة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يأتي ذلك للمشاركة في الاجتماع الوزري حول تنفيذ تعهدات المناخ والذي يوقد يومي الثاني عشر والثالث عشر من مايو الجاري وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الذي تصدفه الدنمارك يعقد برئاسة مشتركة من جانب كل من مصر بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية وذلك بمشاركة العديد من وزارة ومسؤول الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ